أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ترشيح مصر للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو استنادا لإنجازاته العلمية ولإسهاماته التي قدمها أكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي عاقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة أن على كافة الوزرات والجهات المعنية عليها دعم الترشيح المصري والتنصيق مع دول الشقيقة لتعزيز هذا الترشيح النهاردة الحقيقة مجلس الوزراء اعتمد في اجتماعه النهاردة ترشيح الزميل العزيز الدكتور خالد العناني الأستاذ الجامعي الجليل ووزير السياحة والآثار السابق لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أو البيونسكو للفترة التي ستبدأ من 2025 إلى 2029 والحقيقة هذا الترشيح جاء نتاجا لما خلصت إليه أعمال اللجنة الوطنية التي كانت تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 22 وضمت ممثلين من كل الوزارات المعنية لدراسة فرص فوز مصر بهذا المنصب وتحديد المعايير لاختيار أفضل المرشحين والحقيقة قد خلصت اللجنة في ختام أعمالها إلى ترشيح الأستاذ الدكتور خالد العناني للمنصب وهو ما تم اعتماده اليوم في جلسة مجلس الوزراء والحقيقة طبعاً اختيار الدكتور خالد العناني لهذا المنصب الرفيع بيأتي استناداً للمؤهلات التي يحوزها وإنجازاته الأكاديمية والتنفيذية الملموسة في مجالات عديدة فضلاً عن إسهاماته الكبيرة والقيمة على الصعيدين الوطني والدولي اشتركوا في القناة